السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة متبخدارين نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله غادي نحضر معاكم مسمنا بحجم عائلي او لاملوية معمرة بشحمة بحجم عائلي مكونات بصيطة اقتصادية واهم حاجة انها كتجي مقرمشة حشيشة وكتوجد بسرعة وهذه اي اهم حاجة ما كتوقفش نهائيا مدة طويلة في كوزينا نتمنى فعلا اناكم تجربوها وتنال اعجاب ديالكم الى عجباتكم الوصفة ما تنسوش اناكم تابنوا فلاشين باش تسلب جديد الوصفات كذلك ما تنسوش اناكم دامون يبلي لايك ديالكم وتبارتاجوا الفيديو مع العائلة والاصدقاء ديالكم فابقوا معايا تشوفوا المقادر وطريقة تحضير وفرجة ممتها فعلى بركات الله اول حاجة غادي نحضروا هي الحشوة عندي اتقريب من واحد ثلاثة ديال حبات ديال بسلام متوسطي الحجم قطعتهم او لاشلتهم يعني قطاع صغيرة تقريبا واحد الخمسة ديال معلقة ديال معدنوس مقطع حبات ديال فليفلة خضرة مقطعة رقيقة الى كانت عندكم فليفلة حمراء ايضا نضيفوها وغادي نحتاج كمية ديال الشحمة بالنسبة للتوابل غادي نحتاج شوية ديال ملحة شوية ديال بزار شوية ديال كامون شوية ديال تحميرة وشوية ديال زيت زيتون معلقة صغيرة ديال سكين جبير غادي نخلط المكونات مزيان وغادي نردهم ترجع لي خليط مجانس يعني دك البصلة ايضا تبطلي ومالافضل انكم تغطيوها باش ضغيكة تبطكة نزلي لكم البصلة وضغيكة تشحر لكم جميع المكونات هنا ندوزو باش نحضرو العجين بالنسبة للعجين عندي جوش كيسان ديال الفورس كاس ديال دقيق القمح الناع ولا سميد ناعم جدا او لا القمح صلب وانا هنا يعبرت لكم بكاس الشاي المغربي او كاس العنبال قياس دياله 160 مليلتر غادي نزيد قبصة صغيرة ديال الملحة معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الخبز او الخميرة الفورية وكازبخة على حسب الجو اللي عندكم وغادي نحتاج كيس ديال خميرة الحلويات ما يعديل 7 او 8 جرام غادي نجمع كل شي بالمدى فيه العجينة ما خصاش تجي او ارطبا بزاف وفي نفس اللوقت ما تجيش قصحة يعني تخصت تكون مرخوفة في ديكم صفي مباشرة غادي نبدو الخدمة بيها باش ما تخمر لناش غادي نجيب شوية ديال الزيت واهم حاجة في العجينة ديال الملاوي حاولو انكم تدلكوها مزيان باش ما تقطع لكو بش العجينة فاش كونو كتلقوها فدلعتنا اها ديرها الحشوة ديال البصلة اللي درنا خليتها تبرد يعني طابس وخليتها تبرد صفي هنا يا غادي نقسم هاد الكيميا هدي اللي عندي ديال العجين الستاء ديال القطاع وحدة غادي تكون كل قطعة غادي تكون كبيرة على وحدة يعني غادي يجيد الحجم ديالهم بالتدرج من الصغير للكبير اولا من الكبير لصغير مهم ما يكونوش قط قط وحدة كبر من الوحدة اولا وحدة صغر من الوحدة يلابديشي وانتو ما بالكبيرة انا هنا يا غادي نقسم استادية الحبات اولا استادية الكورات طريقة سهلة ومبسطة واهم حاجة ان الملاوي اللي كيخمرو كيكونو صحيين ما كيدروكمش في المعيدة وفي نفس الوقت هالطريقة هدي كيجيب الملاوي ببنانين ومقرمشين وفي نفس الوقت الدادين وما كياخدوش الوقت هنا يا غطيتم بواحد البلاستيكا وخليتم ينزلوا واحد العشرة ديال دقايق باشكا يتطلقوا لي بسهولة غادي نجيب شوية ديال الزيت وغادي نطلق الملوية الصغر ملوية عندي ضروري انكم تبدو بالملوية الصغيرة وكي ما لاحظتيه فاش كتخليهم ينزلوا شوية العجينة ما كتبقاش تجمع لكم سوفي غادي نجيب الحشوة وغادي نجيب ايضا شوية ديال السميدة الرقيقة بنسبة للحشوة ضروري انها خصت تكون بردات تماما باش ما تقطع لكمش العجينة سوفي كنجيب واحد الكمية وكنبدو ندهن بها الملوية ديالي على هاد الشكل هذا غادي نزيد عليهم شوية ديال السميدة الرقيقة وغادي نجمع الملوية ديالي مربعة بشكل عادي اللي كنجمعه به الملوي فبالنسبة العملية كاملة ماخدتش مني تاربع ساعة وجيت الملوية ديالي كاملة كننحاول انني ندهنها بشوية ديال يعني ديال ذاك الزيت اللي كتبقنا في المقلة وكننصوبها بشكل مربع انا هنا يحاولت معناني ما نسرع لكمش الفيديو باش هكا تشوفوا طريقة بتتفصيل غادي نخلي هاد الملوية هدي على جانب وغادي نشد الملوية اللي غادي تكون كبر مننا بشوية يعني غادي تمشيوا من القطعة الصغيرة القطعة الكبيرة بنفس الطريقة كندهن شوية ديال الزيت كنطلقها حاولو انكم تطلقوه مزيان الجنب باش مايبقوا لكمش اغلاضين وتجي الملوية ديالكم مورقة وفي نفس الوقت تجي مقرمشة بنفس الطريقة غادي ندهنها بالحشوة وغادي نجيب داك الحبة اللي خلينا على جانب غادي نديرها في الوسط كي ما لاحتيوا معايا غادي نجيب شوية ديال داك التعميرة وغادي نديرها فوق داك الملوية وغادي نجمع الملوية ديالي ايضا بشكل مربع وفاش كنكونو كنطويب كنجيبو شوية ديال الزيت ديال الحشوة وكنصوبهم في البلايس اللي ما كتكونش فيهم الحشوة سوفي كنجمع هكا بشكل مربع وكنخليها على جنب وغادي نجيب القطعة أو العجينة اللي كبر منهم بشوية وتهيا غادي نطلقها بنفس الطريقة يعني كتبقوا هكا ماشين بالتدرج وحدة صغيرة ثم اللي كبر منا ثم اللي كبر منا وانتو ما كتديروا وحدة فسط حداتة كتكملوا الكيمية اللي عندكم كاملة وكتوليكم ملوية وحدة فاللي ما زال ما جاربها الطريقة أو لما عمروا ما جاربها الطريقة هادي يجربها حيث كتجيب نينا وفي نفس الوقت كيجيوا مورقين بحلي مصوبين هم بالورقة ديال بستيلة سوفي هنا يا بعد ما صوبت الحباء الثالثة غادي نجيب الحباء الرابعة بنفس الطريقة كنت لقها مزيان غادي نصوب التعميرا غادي نصوب في الوسط منا ذاك الحباء ديال الملوية اللي يخلينا كنديروا في الوسط شوية ديال التعميرا وكن نصوبها بشكل مربع وكنخليها على جانب ونصوب الخمسة ثم نصوب الستة غادي نخليكم تشوفوا الفيديو بالطريقة بالتفصيل وفرجة ممتعة شكرا 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 انا يوم بعد ما سالي تعمل الملوية ديالي كما كتلاحظوك كيف أشكت جي انا هنا هنه خليثة انزلت في التبصلت قريبا واحد العشرة ديال الدقايق بشكتت صقلي بسهولة التبصيل دهنتوا بشوية ديال الزيت وغادي نقرص داك الملوية في التبصيل الكامل انتوما إما صوبوها كمربعة او لا صوبوها مدورة إلا كان عندكم التبصيل مدور او لا إلا كانت عندكم الصينية ديال الفران مدورة سوفي غادي نغطيها ونخليها تختمر تتضع في الحجم دياله ونعودو نتلقاو باش نطيبوها فاخباتي هنا بعد ما اختمرتلي الملوية ديالي وتضع في الحجم دياله غادي نجيب شوية ديال الزيت اللي غادي سبقلي من الحشوة وغادي نبهن بها الوجه ديال الملوية ديالي بالنسبة الحشوة اللي غادي سبقلي فغادي نخبعها وغادي نديرها في الموجب ميد النهار فاش غادي ندير بحالة ديال ملوي هادو فقط التعميرة كتكون عندي وجدة كان عجنغل العجينة وكان صوبو هادي في حالة ما شطلكم التعميرة او لشطلكم البصلة وايضا اذا شطلكم العجين ممكن انكم تديروا ملوية وحدة اخرى سوف ايه هنا ايام بعد ما طبتلي العجين او لا هنا ايام بعد ما طبتلي الملوية ديالي شعلت عليها من الفوق ومن تحت وتكتخذنا اللون الذهبي كما كتلاحظوا معايا كتجي مورقة كتجي مقرمشة ايضا انقطعها لكم باش شفو كيفاش كتجي من الداخل نتمنى انكم تجربوها وتنال اعجاب ديالكم وتخليولي في تعليقات كيفاش جاسكم حيث اكيد اكيد غير يتعجبكم وبالنسبة للناس اللي يعني مولفين انهم كيديروها فيخليولي في تعليقات الاراء ديالهم ما تنسوش تابونوا فلاشين باش تنسلو بجديد الوصفات كذلك ما تنسوش انكم دعموني بلي لايك ديالكم اسبرتاجوا الفيديو مع العائلة والاصدقاء ديالكم نهاية الوصفة دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر